السلام عليكم وأسهد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم مشاهدي سعد التقنية في كل مكان مع هذا الفيديو الجديد فيديو هذا اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم طريقة جميلة للتحكم بإعدادات كاميرات المراقبة أو جهاز DVR أو XVR أو LVR لشركة ضاهوة عن بعد لا أقصد هنا عن بعد عن طريق الشبكة المحلية من خلال الهاتف أو الحاسوب ولكن أنا أقصد عن بعد بمسافات كبيرة جدا أي من خارج البيت يعني في مدينة أخرى في بلد آخر يعني تستطيع أن تتحكم في إعدادات كاميرات المراقبة كما لو كنت أمام جهاز DVR متصل مع شاشة التلفاز أو المونيتر أو كانت متصلة يعني عبر الريزو لوكال أو الشبكة المحلية من خلال الحاسوب نعم هذا برنامج سمارت PSS ستقول لي سمارت PSS فهو يعطي صلاحية محدودة في الدخول إلى إعدادات الكاميرا وأنا أقول لك أنه بفضل هذا البرنامج نستطيع أن نكشف السطر أو رابط السيرفر المتصل مع جهاز DVR الذي سيساعدنا على الدخول للجهاز عن بعد من خلال خاصية للبير توبير إذن سنقوم مباشرة بالدخول إلى البرنامج على فكرة سأقدم لكم رابط في صندوق الوصف سيشرح لكم طريقة تسجيل في هذا البرنامج فالطريقة هي سهلة جدا فقط بكتابة اسم الدخول والرقم السري ممكن أن تستخدم نفس اسم الدخول والرقم السري في جهاز DVR ممكن أن تستخدم اسم دخول مختلف المهم سنستخدم معكم نفس هذه الطريقة في شرح ستجدونه في الرابط المرفق في صندوق الوصف مع رابط لتحميل هذا البرنامج لأنه سمارت PSS هو مخصص للحاسوب يعني نظام Windows أو Mac إذن سنقوم بالدخول إلى البرنامج ثم ستظهر لنا هذه الواجهة كما تشاهدونها أصدقاء الكرام هناك من السبق له استخدم هذا البرنامج فالأمر سيبدو مألوف بالنسبة له أما بالنسبة لما سيستخدمه لأول مرة فواجهة البرنامج يجب أن تقوم بإضافة الديفايز أو يجب أن تضيف الـ DVR فإذا كان الـ DVR على شبكة محلية يكفيك فقط أن تختار ميتود EP Domain إذا كان جهاز الـ DVR في الدار البيضاء وأنت مثلا في أقادير أو مراكش أو طنجة يمكنك أخي الكريم أن تستفيد من إمكانية إعداد هذا الـ DVR عن بعد إعداد الشبكة، إعداد الكاميرات جودتها كذلك تحكم في التسجيل ووقت التسجيل كذلك يمكنك أن تحديف كل ما يوجد في القرص الصلب وكذلك يمكنك القيام بعدد من الأمور إذن أنا سأريكم الآن كيف سنفعل ذلك إذا كان كما نقول الاستخدام فهو خاص بالـ Local فالـ Local دائما تقوم بكتابة المعرف التعريف أو المعرف الترتيبي الخاص بالـ DVR يعني داخل الشبكة المحلية أي من خلال الروتور أو الريبيتور يمكنك مثلا أن تكتبك 192 أو 168 مثلا 0 مثلا 22 فهذا مثلا أعتبره معرف DVR يعني تقوم فقط بكتابة على هذه الكيفية ثم تكتب اليوزر الباسورد ثم تتصل ولكن يجب على هذا الحاسوب أن يكون متصل مع DVR أو XVR مع نفس الشبكة المحلية لكن ما دمنا نحن سوف نستخدم هذا الأمر عن بعد أي خارج المنزل يعني في مكان آخر سوف نستخدم تقنيات الـ P2P وعلى فكرة أصدقائي الكرام الـ P2P يجب أن تكون متصلة في جهاز DVR وأن يكون DVR متصل مع الروتور بشبكة قوية أو بـ ADSL أو Fiber Optic يعني إذا كانت الكاتل J أو Fiber Optic أو ADSL يجب أن تكون شبكة قوية لكي تتمكن من تحكم بها وكذلك الرجوع للتسجيلات يعني من خلال تطبيقات GDMSS في الأندرويد أو من خلال الحاسوب من خلال هذا البرنامج SmartPSS إذن الآن سنقوم مثلا بكتابة device 9 مثلا نكتب DVR على سبيل بيتان ثم serial number ستقوم فقط بإضافة serial number الخاص بالPair-to-Pair أو P2P يعني من خلال عملية الاتصال يعني ستجد serial number أسفل الكود QR في حال ما إذا وجهتك مشكلة مع الPair-to-Pair وهي تعطيك حالة online أي عدم اتصال هذه الخدمة سأترك لك فيديو في الدائرة البيضاء أعلى سيحل لك هذه المشكلة بإذن الله نعم إذن سنقوم بكتابة الuser 9 طبيعة الحال الuser 9 ثم الpassword ثم سنقوم بالضغط على الزر add أو إضافة وننتظر قليلا إذن كما تشاهدون الحالة هي offline هنا يعطيني عدد من الأمور غير ظاهرة ولكن فور ذلك تحولت الحالة إلى online إذن الآن فنحن متصلين بالDVR والDVR متصل مع الشبكة من خلال هذا البرنامج إذن سأتوجه وإياكم إلى هذا الزر وعلى فكرة في هذا البرنامج فسأترك لكم كذلك شرح مصور له في ذلك الرابط لأنه لا يسعينا الوقت لكي نشرحه بكامل لكن سوف نتوجه فقط إلى هذا الاختصار من هنا ثم ستلاحظون أني قمت بالدخول إلى خيار DVR هنا لديه طبيعي الحال يعادل التحديد هنا السريع النابر المهم ما يهمني هو هذا الزر هذا الزر فهو يعطيني الرابط الخاص بإمكانية الدخول إلى إعدادات DVR عن طريق الشبكة إذن سأقوم بالدخول له وسأنتظر قليلا وغالبا سيقوم بالدخول إلى متصفح Internet Explorer يعني Internet Explorer فهو لديه إضافة تساعدك على مشاهدة الكاميرات يعني سواء في الرزو لقال أو عن بعد فتلك الإضافة لا تشتغل سوى على Internet Explorer وهناك إضافة أخرى تشتغل على Google Chrome كل هذه المسائل سأترك لك رابطها مرفق في صندوق الوصف لكي تفهم أكثر إذن الآن كما تشاهدون هذه الواجهة تبدو مألوفة لكم واجهة الدخول إلى إعدادات DVR أو XPR رابط كبير سطر كبير يحمل الهوست للبورت اليوزر الباسورد ولكن هنا لديه الهوست البورت كذلك لديه الRTSP بورت وأيضا لديه الTCP بورت إذن هذا طبعا حي يكون سطر كامل متكامل وهذا السطر يكون متغير يعني لا يكون ثابت يعني في كل مرة فهو يعطيك أرقام أو يعطيك معرفات يعني أو يعطيك يعني ديب بورت يعني تكون مختلفة إذن الآن سأقوم بكتابة اسم الدخول وكذلك الرقم السري الرقم السري نفس الرقم الذي قمت بتشخيصه في DVR هذا واضح جدا إذن سأقوم بالضغط على الاتصال أو الكونيكسيون بهذه الكيفية ننتظر قليلا لأن الأمر قد يتأخر بعض الشيء في حال إذا كانت الشبكة ضعيفة وعنما فالأمر سيتأخر بعض الشيء إذن كما تشاهدون قمتم بالدخول إلى الإعدادات الخاصة بالDVR عن بعد إذن الآن ماذا يجب علي أن أفعل مثلا تريد أن تقوم بتغيير شيء في الشبكة مثلا في الرئيس أنا لا أنصحكم بتغيير أي شيء في الشبكة أو الـ Pair-to-Pair فإذا قمت بإلغاء الـ Pair-to-Pair فستنقطع معك الخاصية لأن الـ Pair-to-Pair هي التي تقوم مباشرة بعمل اتصال بين الـ DVR وبين السيرفر الخاص بضعوة المهم بالنسبة للـ Pair-to-Pair عند الدخول لها كمشاهدون هذه الحالة فهي أونلاين فإذا قمتم بعمل ديزاك تيفي وحفظ أوب ذهب هذا الاختيار وذهب هذه الخاصية وحتى بمسألة مجاهدة الكاميرات عن بعد لن تكون ممكنة إذن فما يمكنني التعديل عليه هو مثلا في الـ TCP IP مثلا معرف تريد أن تقوم بتصحيحه تقوم بإعادة تشغيل DVR عن بعد أو حتى إطفاءه عن بعد كذلك لأن صاحبه بعملية إطفاء DVR عن بعد ولكن إعادة تشغيله هي كافية كذلك يمكنكم يعني التحكم في إعدادات الكاميرات مثلا هناك كاميرا على سبيل المثال يعني جودتها ضعيفة أو جودتها جيدة أو كاميرا مثلا يعني المهم عدد من الأمور ويمكنك التعديل عليها يعني من خلال هذه الخصائص ومن خلال هذه الإعدادات هنا تستطيع تختار الكاميرات يعني هنا طبيعي الحال بالنسبة للـ Oncoder فهنا يمكنك أن تقوم بتغيير نمط الكاميرا وكذلك يعني صيغة التسجيل كذلك الـ Resolution يعني من خلال هذا الحقل كذلك يعني الـ Compression أو الـ Codec يمكنك كذلك يعني أن تقوم بتغيير يعني ضغط الصورة من خلال هذا الحقل يعني على حسب كما قلت لكم كل كاميرا حتى في المباشر أو حتى يعني في التسجيل وعدد من الأمور كذلك في الـ PTZ كذلك يمكنك أن تقوم بتشخيصها أخي الكريم هنا كذلك يعني في الـ Type of the channel يمكنك كذلك أن تقوم في حال ما إذا كان لديك كاميرات EP أخرى مثلا خارجية وتلك الكاميرات على سبيل المثال هي متصلة بالشبكة ولكن لا يمكنك أن تظهرها يعني كلها فسبق لي وأن شرح طريقة إضافة كاميرات EP تابع لي إيمو من خلال فيديو سأترك لك في سنوك لوس يعني يمكنني أن أقوم بتعديل مثلا كاميرا 6 أحولها على سبيل المثال على سبيل المثال يعني تحول هذه الكاميرا إلى EP كذلك هذه الـ EP وهذه الـ EP وكذلك هذه الكاميرات يعني تتركها عليها إذا تريد أن تتنقل بين هذه الكاميرات وهذه الكاميرات يعني يمكنك أن تقوم بتعديل ذلك هذه خطوات فقط يعني للشرح كذلك يمكنك التعديل على مسألة التسجيل المستمر يعني إعادة الكتابة أو إعادة التسجيل في حال ما إذا انتهى أو القرص يعني امتلأ يعني يعني كذلك كل هذه الخصائص فهي مألوفة ومعروفة ونفس خصائص الدفئر كأنما أنت قريب منه أصدقائي العزاء أرجو من الله أنكم قد وفقت في هذه الحلقة وفي هذا الفيديو فإذا أرد طبيعة لحالة رابط تحميل البرنامج أولا لكشف الروابط لأن هذا الروابط كما قلت لكم يكون متغير ويمكن أن تستخرجه من البرنامج مباشرة يمكنك تحميل البرنامج من خلال التدوينة في صندوق الوصف كذلك شرح مصور لطريقة تحميله وكذلك طريقة التسجيل فيه وعدد من الأمور سأتركها لك في صندوق الوصف إذن أرجو من الله أنكم قد وفقت وأضرب لكم موعد مقبل بحولي على نفس القناة سعد التقنية إلى اللقاء